حقيقة هناك أكبر مشكلة داخل النهر هي انخفاض مستوى الماء داخل النهر كما تعلمون أن كميات الماء داخل النهر يطلق من السد وكذلك السد أيضا لديهم تعليمات مركزية من الوزارة لا يتم إطلاق الكميات بشكل مثلا غير محسوب لأن هناك خزين داخل السد الآن كميات الماء هي تأخذ من الخزين والتقيت مع مدير الموارد المائي أستاذ قصي عدة مرات واجتمعت مع الرجل مشكور جهوده جدا متعاون مع مديرية ماء نينوه بكل كوادره انخفاض مستوى الماء عادت من جديد الآن ونحن في موسم الشتاء موسم الصرفيات تقريبا نصف كميات اللي نصرفها وقت الصيف موسم الصيف المواطن اللي يحتاجه من كميات الماء حقيقة الماء أيضا نزل منخفض وأيضا خرج مشروع الأيسر القبة عن عمله قبل أربعة ايام خمسة ايام نزل مستوى الطاقة الانتاجية إلى الثلث عن الغواطس كميات الماء أصبحت غير متوفرة في حواظ الغواطس التي تسحب الماء من النهر مباشرة بتعاون استاذ قصي أيضا وكوادره الحمد لله استطعنا أن نرجع كميات الماء إلى وضعه الطبيعي الآن تعمل المشروع الحمد لله ولكن أيضا نطلب من مواطنين دائما الترشيد في استهلاك الماء لأن نحن مقبلين على انخفاضات مستمرة نتيجة موسم الجفاف كما تفضلت والمناخ كل هذه مؤثرة على كميات الماء وأيضا في نفس الوقت تؤثر على كميات الماء داخل الآبار الارتوازية أيضا انخفضت في كثير من الآبار لدينا التي كانت تعمل لعشرات السنين اليوم انخفض مستوى كميات الماء إلى النصف وإلى الثلث